شكرا لك إذن بداية ندخل مباشرة في صلب الموضوع لأول مرة تعديل وزاري جزئي منذ ربما ستة أشهر في حكومة عبد العزيزة الجراد والتي شملت حقائب كالطاقة وكذلك المالية والفلحة والتعليم العالي ربما بداية قراءتك وما هي دلالات؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم هذا الموضوع مهم جدا من ناحية التعديل الوزاري الذي أقره رئيس الجمهورية بعد تعيين حكومة لمدة ستة أشهر إن صح التعبير قراءة الأولية لهذا القرار هناك أمور تصحيحية وكذلك أمور تغيير هياكل بحجم موزارات كل ذلك له أسباب وعليه كما تعلمي قاعدة أولية أن كثرة الهياكل تقتل التنظيم هذا الأمر ويهلك خزينة الدولة لكن له مبررات وله مصوغات في هذا الشيء التعديل الجديد كما قلت أختي فاضلة له توجهات اقتصادية كبيرة جدا يعني يبين السياسة التي يريد أن ينتهجها رئيس الجمهورية بمعية الحكومة الجاهديدة نرى ذلك من خلال أولا استحداث يعني وزارة خاصة بالإحصائيات والرقمانة الجزائر تعالي من معطيات اقتصادية حقيقية عندما عندنا أرقام إذا ما عندكش الأرقام ما كيفاش تبني اقتصاد ودري استراتيجية بدون أرقام لذلك أعتقد أن هذا الأمر هذا محمود انصح التعبير خاصة أنه كانت كاينة عند وزارة منتدبة ثم صارت وزارة للرقمانة رقمانة القطاع ضرورية جدا خاصة مختلف القطاعات رقمانة القطاع المصري فيها رقمانة مختلف القطاعات ضرور جدا التي تعطينا إحصائيات منها نبني استشرافات منها نبني نظرة أخرى نظرة للاقتصاد الجزائري كذلك هناك غراء أخرى هو تعويل على الطاقات يعني تعويل على الطاقة المتجددة تعويل على عدم إن صح التعبير كملاحظة طلاق كل الاقتصاد الذي تعتمد عليه جزائي اقتصاد المورد الواحد اقتصاد الريع البترولي خاصة كما لاحظنا أختي أنه تم إحصادات قطاع استحداث وزارة للطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي نقطة أخرى كذلك رأينا تغيير في وزارة المالية وهذا الأمر كان هناك أعتقد أنه إعطاء صبغة أخرى نفس جديدة لوزارة المالية خاصة وأنه لم يتم التسويق بشكل جيد يقالوا المالية التكميلية السابق ولم تكن هناك إيجابية طيب قبل أن نتحدث في ربما وزارة المالية ربما التعديل الوزاري هذه المرة جاء بنكهة اقتصادية 200% ربما هل هذه تعطب ربما مؤشرات إيجابية نعم والله هو مؤشر إيجابي يعني قلت لك بلي أنه كان هناك تعديلات كان لابد منها خاصة تعديلات الهيكالية يعني كان مترقب هذا التعديل لعم ضرورية جدا وكان هناك تعديلات كما صرح رئيس الجمهورية أنه يعني من لم يعمل جيدا في هذه الفترة هذه لابد عليه أن يتغير ولابد أن نعطي نفس جديد القطاع الاقتصادي عول عليها رئيس الجمهورية من ناحية تغيير كل من وزارة الفلاحة ووزارة المالية واستحداث وزارة طاقة جديدة وكذلك وزارة السياح يعني كل هذا عصب هذا هو عصب الاقتصاد كذلك ربما حتى تدعيات تراجع النفط وكذلك أزمة كورونا كان لها سبب في هذا التغيير هذه هي الملاحظة القيمة خاصة أنه تراجع يعني كنت شوفي احنا الموازين التواعي الموازين كلها ميزان التجاري ميزان كلها متراجعة جدا طيب قبل أن نذهب إلى الصور بهذه النقاط نذهب فقط إذا فصل ولا نعود مشاهدين كل من التحق بنا اللحظة إذن نكمل النقاش سيدي الكريم سيد بلال نتحدث كذلك عن نقطة جد مهمة تعيين وزير الطاقة عبد المجيد عطار خلفة لمحمد عرقاب الذي تم تعيينه وزير المناجم ربما فصل الصناعة عن المناجم ما هو الهدف من هذا القرار نعم هو كملاحظة أن وزارة المناجم هذه من وزارة المستحددات الجديدة كانت تابعة لوزارة الصناعة في حكومات السابق مؤخرا تم وصلها بقطاع الطاقة أصبحت وزارة الطاقة والمناجم وصلها يعتبر خطوة جيدة جدا بحكم أن وزارة الطاقة نقرأها من شقين وزارة الطاقة لها عدة منفات ضخمة لها أمر جد مهم محروقات كل أمر له حجمه كذلك أرى من منظور أن وضع السيد عرقاب على رأس وزارة المناجم بغية تثمين الموارد المعدنية التي تسخر بها الجزائر يعني التعويل على الموارد المعدنية على غير مناجم الذهب خاصة أنه لدينا احتياط الذهب يعني معتبر وكذلك لدينا على مستوى التمراص والصحراء الجنوبية يعني هناك مناجم للذهب ومناجم أخرى من المواد النفيسة يعني في ذلك زيادة احتياط نعم لابد من التعويل على الثروة المعدنية لذلك أعتقد أنه رئيس الجمهورية يخصص لها هيكل خاصة مستقلة عن قطاع الطاقة وأجيب عن سؤالته أنه أستاذ عطاري يعني معروف خبير اقتصادي خبير طاقوي عالمي وله عدة متدخلات وأعتقد أنه سيحقق قفزة في مجال الطاقة وفي مجال كذلك قفزة نوعية من الطاقة من ناحية عدم اعتماد على الريع البترولي أو من ناحية اعتماد الجزائر على تكرير المواد الخام كما تعلمين أن الوقود في الجزائر يستورد من الخارج مما يثق الكاهي الخزينة العمومية جراء الدعم التي تقدمه أعتقد أن الوزير عطار ستكون له نظرة أخرى نظرة لخلق نوع من صناعة لمواد تكريرية جديدة للطاقة خلق نوع كذلك اعتماد على الطاقات بيترو كيميوية وفضلا على الاعتماد على الغاز كذلك كل هذا الملفات أعتقد أنه سيحقق فيها روعة يعني خاصة أن له كذلك علاقات خارجية جد قيمة في مجال الطاقة يعني ربما خبرته ستقدم خبرته ستقدم خاصة في مجال التلسيد العلاقات والتلسيد لا يخفى عليك أن سوق الطاقة إن صح التعبير تبنى على العلاقات وتبنى على كذلك الحنكة الاقتصادية كل ذلك أراه في الأستاذ عطار وأرى أنه سيحقق لنا قفزة وقفزة نوعية في مجال الطاقة وفي مجال الاقتصاد طيب ماذا عن مغادرة عبد الرحمن راوية وزير المالية السابق الحكومة هل ربما لعدم تحكم في القطاع في تسويق الميزانية وخاصة أنه كان فيه رسوم وضرائب التي أدت ربما إلى أسعار الوقود يعني هذا القرار يعني التغيير هل سيكون الرجل المناسب بين عبد الرحمن أيمن في القطاع نعم وزارة المالية وزارة حساسة وزارة سيادية كما تعلمين تغيير الوزير أتى يعني بعد قلت لك أنه رئيس الجمهورية كأنه وضع له زراء هذا الجدد في فترة اختبار لذلك أعتقد أنه حسب اعتقادي أنه تغيير الوزير راوية وإن كان له دراية بالقطاع جيدا لكن لم يكن هناك تسويق جيد سواء على المستوى العادي أو على مستوى القبة البرلامة بالنسبة للقانون المالية التكملي لم يتم التطرق جيدا للإيجابية التي تضمن هذا القانون المالية التكملي تم تسليط الضوء على زيادة الواقود وعلى زيادة مختلف الضرائب تعيين الأستاذ المحافظة ببنك الجزائر الحالي على رأس الوزارة المالية أعتقد أنه سيحقق نتائج مرجوة خاصة وأن له دراية بمختلف سياسة نقدية فضلا على أنه له دراية كذلك بتعويم العملة خاصة هو الذي الآن في ظرف حساس جدا أعتقد أنه التنصيب على الوزارة سيحقق كذلك في مجال تحصيل الجبائي كما تعلمين أختي أنه حوالي 4 ألاف مليار تهرب ضريب تعاني منه الجزائر وهذا كله جراء وزارة المالية أنه لم تقوم بدور حساس جدا في هذا المجال ولم تمكننا من تحصيل موارد جديدة كنا نطمح لها على غيران الضرائب وعلى غيران نقطة أخرى أشير إليها أنه وزارة المالية لم تصبح لها وزارة منتدبة كما كانت تكون هناك وزارة استشراف منتدبة لوزارة المالية الآن أرى أنه فعلا أمر محمود أنه تكون وزارة المالية لوحدها لكن يحب ذلك أنه نعود للنظام القادم لأنه وزارة المالية تضم عدة مديريات مديريات سيادية جدا يعني مديرية الضرائب مديرية الميزانية مديرية الجمال كلها تابعة الوزارة كانت هناك فيما سبق وزارية عناب الميزانية كان هناك أفضل أنه وزارة منتدبة لكن أعتقد أنه الوزير سيحقق النتائج مرجوعة طيب في نقطة أخرى سيد بيلل هناك كذلك الاستغناء عن وزارة الحاضينات التي ربما لم نرى يعني تعليقكم في هذا الشأن وفي المقابل وزارة الرقمنة التي ربما الجزائر بحاجة إلى إحصائيات والتي نحن دائما يقصنا الإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية وخاصة في هذه الظروف أبدأ من إجابة من السؤال الثاني الإشكال في الجزائر هو الاستشراف يعني الاستشراف لما يكون عندك استشراف يمكن لك أن تجسد هياكل تضعين هياكل الاقتصادية أنت تسكسيتين على الحاضينات الحاضينات يا حب هذا لو كان هناك استشراف قبل من ديروا حاضينات ثم يكون كاين هناك تخطيط وربما من ديروا هياكل الآن تم تدارك هذا الأمر عندنا مؤسسة صغيرة وعندنا مؤسسة متوسطة وعندنا مؤسسة ناشئة هذه الآن هذه نطوروها سنطوروها باش نجزدوها على أرض الله في رأيك لماذا تم الاستغناف عن هذه الوزارة؟ يعني بحكم أنه فكرة الحاضينات يعني فكرة لم تتجسد في أرض الواقع في الجزائر ولم تتبناها المؤسسة الحاضينات فكرة الحاضينات أنه لابد تكون عندك مؤسسة عالمية مؤسسة اقتصادية كبيرة تتقبل فكرة مؤسسة صغيرة وتتبناها وتترافقها هل هذا موجود في الجزائر؟ هذا هو السؤال المطروح لذلك لابد تكون عندك إحصائية هل لكي إمكانية قابلية أن تحتضن مؤسسة صغيرة في الجزائر؟ هل يمكن أن تسيري ذلك؟ هذا هو الإشكال لذلك تم إلحاق وما أحمده على هذا التعديل أنه تم إلحاق هذا الوزارة المنتدبة الخاصة بالمؤسسة الصغيرة ووزارة المنتدبة خاصة باقتصاد المعرفة تم إلحاقها بالوزارة الأولى هذا أمر جيد يعني ما تلحقش بوزارة أخرى كانت هناك بوزارة مؤسسة الصغيرة تابعة لوزارة الصناعة بحكم الصناعة وبحكم الثقة اللي عندها الأفضل أنه تكون على دراية على المستوى أكبر يعني الوزير الأول هو الذي يباشر هذا الأمر كل ذلك كان جراء عدم الاستشراف الآن نجي عندك وزارة إحصاء ووزارة على رقمانة إذا كانت عندك رقمانة وكان عندك زيما ميثال أنا أحب نشوف المؤسسة في الجزائر نشوف كل شيء وش عندها؟ مؤشرات تاحها؟ الرقم التحصيل جيبائي تاحها؟ كل حاجة مكشفش يكون كانت تهرب لكن يجب أن تكون هناك شفافية في هذه الأرقام يعني بطبيعة الحال أنه شفافية يعني تعرف كل سلبيات المؤسسات وحتى إيجابيات يا 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 أختي لو لاحظت أنه رئيس الجمهورية خطرق قال لك باللي أنا ما ذا بي نوسع لحجم الويع الضريبي ونديره قليل ونحصل أكثر مشكلة في الجزائر في الاقتصاد الجزائي هو التهرب الضريبي بالنسبة للمؤسسات اقتصادية ما تصرحش وكان عندنا رقمانة وكان عندنا كل حاجة مرقمانة يكون عندنا إحصائية دقيقة وبناء على هذه نبني استشرافات ونبني استراتيجيات ننجم فيها من خلالها نديره هذا المؤسسة لوزارة الحاضينات فعلا عندنا وزارة الحاضينات تسألت سؤال نستفهم باللي أي واحد يقول لك ولا داروها من قبل بحكم أنه هذا التجربة ما كانش كيلة ما كانش هذا هذا سلب أمر سلبي لذلك أعتقد أنه يا حبادة لو أنه لو يتم اعتدد وتدسيد مختلف الوزارات في مستقبلا نبت تكون بناء على نظرة استشرافية ونعتمد على هذا الوزارة المستحدة تتعرق منه الإحصائيات باش يكون كيلة عندنا وزارات مستقرة وهياك الوزارية مستقرة جزيلا شكر لك سيدة ولي بلال وصف الأقتصاد بجامعة البلد البوليدة على كل ما قدمت في هذا الملف مشاهدنا يا كرام